موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالوا وبركاته أخواتي جيتكم اليوم بوصفة الكسكسي ليبي على الطريقة ليبي راح تشوفوا معي هنا المقادير هنا عندي كيلو طعام اللي كنت شمخته قطرته وحليته بشوي يزيد كما العادة وعندي هنا اطراف دجاج وليحبيته بالحام ديروا باللحم هنا عندي بصلة مقطعة وعندي طماطيش هنا تاع مصبرة عندي سكنجبيل وشوية قرفة فلفل الحمر وفلفل الكحل ملح حسب الدوق والكركم هنا اولا عنديش الزيت راح يسخون واحنا بدون نحمره اللي بصل بهذه الطريقة هنحكي لكم شوية على ليبيا انا اولا عشت في ليبيا لمدة 4 سنين كنت صغيرة ما 12 سنة حتى 16 سنة وما خرجت شانا من ليبيا يدية فرغين مالقغي صغيرة وتعلمت بعض الوصفات ما شي كامل طبعا وعندها اللي قاعدت حتى للان كما قولك اني كبيرة وبولادي واني نضيب لهم الأكلات الليبيا يعني للان حكمتهم شديدهم وقررت باش باختاجهم معاكم هنا كما راكم تشوفوا البصل تاعنا راح تحمر دوبالكم ما لازمش التحرق هنا نحطوا طماطيش مصبرة وراح نقلوها مليح في الزيت باش تنحل هالحوموضات تاحا ودوك شوفوا معايا كيف الشح تتولي قلت كما اسبقتوا قلت لكم هذا الطعام انا اخترت اليوم هاد الوصفة انا نوريها لكم ان شاء الله تجربوها وتعجبكم هنا خلوها تتقلع مليح ونحركوها دايما على نار قليلة لا تخلوش تتحرق حتى يترجاعها كدائيا شغل تولي مكركبة نحركو مليح وراح نديرو شوية ما باش نضيفو التوابل التوابل هنا ايضرت مغرفة صغيرة من كل تابل الا القرفة القرفة قدرت شوية برك والملحسة بالدوق كما راكم تشوفو هنا انا مرقت شوية نحركو هنا بالخف ونبدأو نضيفو التوابل على فكرة الكسكس تحم هذا يا رائع بنين بزاف غير الكسكسي اللي نعرفوه غير الكسكسي التونسي بلك الكسكسي التونسي الكسكسي التونسي عفوا راهم عروفة عنا في الجزائر بصح هذا كما قولوا هذا يجيب البصل راح تشوفو في نهاية الوصفة ان شاء الله هنا نحركوا التوابل لنا مليح ونبدأو نضيفو على طول الججي واللحم على فكرة الكسكسي التونسي يديروه في العرس يديروه باللحم ونحركوا الجمال انا حضرت في احد العرس يديروه في العرس يديرو الجمال هنا نحركوا نخلوا شوية الججي تقلى من بعد راح نضيفوه الماء راح نمرقه وبلما نغلقوا عليه ما خلوش معتها الججي يطيب غير يبدأ يغلي راح نسحقوا المرقة هذيك باش يديروها في الطعام احتبع معي هنا نحيت هذيك طعام فارفورة اللوله شربته كما العادة وضعت له شوية ملح الان سنوريلكم السر الثاني اللي يعطي بنا خاصة وفاردة لهذي الكسكسي اللي بي هنا عندي من كل تابل سبقت وذكرته لكم في المرقة مغرفة صغيرة الا القرفة ما عندها شوية برك حلتهم شوية زيت وضعت لهم شوية ما كما راكم تشوفوا نحلوهم ملح وضعت معهم مغرفة صغيرة مزهر اكيد ستستغربوا ما تخافوا ما راحش يعطي دوق المزهر فيه هنا نضرب كيلو طعام مع انتها في مغرفة صغيرة ما راحش يبين ولكن فيه سر ستدوقوا هذي الطعام سبحان الله راح يعطيكم دوق مغرفة صغيرة مغرفة صغيرة مع التوابل والمزهر وهو سيعطي بنا يعني سر كبير في هذا الكوسكوس ان شاء الله ستجربوه ويعجبكم يا ربي هنا راح نحركم مليح الطعام مع التوابل يجب أن يدخل مليح التوابل فيه كما راكم تشوفوا هنا توابل كامل راهم بيان انكوربوري داخل الطعام الان بعد ما غلت المرقة نحن نبدأ نضيفه هذا الزيت الفغانية وشوية من المرقة ثانيك هنا ثاني راح يعطي بالنا للطعام لا نحن يخلي كما بيض هكذا فاد لا نعطي قوي في الطعام هذا الكوسكوس الليبي لا تخافوا من الطعام بل أنني سنكتر الطعام ولكن الكمية هنا راح كبيرة بعد أن تجربوه تجربو غير شوية حتى التوابل لا تكتروا بزاف هنا نحن نقوم بزاف هنا راح نحلي مليح كما راكم تشوفوا وخلوه على جنب يتشرب هنا كما سبقت قلت لكم المرقة غلية هنا بديت نفور الفورة ثانية طعام وكان الفورة الثالثة أخيرة كامل قبل ما تبدو تسقوه لازم يفور ثلاثة أخطرات هنا المرقة غلية هنا راح نضيف زرودية هو اختياري كان يدلو تانيك البطاطا كما تحبوا المرحلة الأخيرة هنا لدينا كمية كبيرة من البصل كما راكم تشوفوا قطعتها عريضة وجوانح كما راكم تشوفوا هكذا هنا انا وجدت لما لم يدلت الطعام راح نضيف البصل الصف المزهر هنا لا نضيف المزهر في البصل نحن نحب أن نضيف طعام كما راح نضيف نفس الشيء هنا لا نحب أن البصل يكون البصل بلا طعم غالب الملحة هنا يجب أن نضيف البنة الخاصة هنا راح نحرقه ملح ونضيفه على جبه يتشرب هذا التوابل وهنا لدي الحميصة الحميصة كشتوني مدهة 10 مرقة طعام بلا حميصة بالنسبة لي لازم له الحميصة هنا ندرت فار على البخاء كما شتوه حتى طعام بمليح حتى كما قالوا يطيب زبدة كي طيب راح نضيفه البصل هنا البصل راح نعرفين البصل يطيب بالخاف لا يأخذ منه الوقت بزاف لهذا خليته في الاخير هنا راح نغلقه عليه ونضيفه يفر حتى يطيب يربي عنده 15 حتى 20 دقيقة نسجمه هنا منه ونغلقه عليه والمرقة كل شيء غلقت عليه يطيب هنا كل شيء غلقت كل شيء طاب هنا فورت الفورة الثالثة طعام قبل ما نسقه كما سبقتوا قدتلكم هنا البصل الله يبارك كما راكم تشوفوا راح دبال راح مع السل مع الحميصة طيبة والمرقة هنا تانيك بجدد نسقه هنا طعام قبل ونمرقه من بعد راح ناخده هنا البصل وحميصة راح نغلفوا بها كامل طعام صدقوني البصل هذا اعطان نكهة خاصة لهذا الطعام والله نتمنى عندكم متجربوه صدقوني راح يعجبكم كما راكم تشوفوا هنا نسقموه كامل نغطو به نضيفو هنا الخضار ونضيفو هنا اللي درتهم حاجة اللي درتوها الداخل وبركه هنا هذا الطعام هذا ما يحبش القرعة وما يحبش اللفت عندهم شي كسو ما يحبش ولكن القوت تاع ورح يخسر طعام طبق تاعنا تاع اليوم الكسكسي على الطريقة الليبية راح واجد نتمنى تجربوه ونتمنى يعجبكم تاكلوه بالصحة والهنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موسيقى 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 اشتركوا في القناة